لو روحنا للملف الروسي الاوكراني ترامب قال ان هو لو ترشح تاني ان هو يقدر يقضي على الحرب الروسية الاوكرانية في 24 ساعة يمكن اللي هو قاله ده خلى ناس كتير تتساءل يعني هو انت ازاي هتعرف تنهيها في 24 ساعة و احنا بقالنا كل ده مش عارفين نتصرف ليه ليه انت هتقدر تعمل كده ولا كلام بتقوله و خلاص يمكن كان تصريح قوي منه لا انا اعتقد حضرتك هو صادق في اللي قاله و انا اعتقد اذا كان ترامب فاز بولاية تانية يعني كان هو اللي حيبقى في البيت لبيض بدل الرئيس بايدن العام الماضي في فبراير 2022 انا اعتقد الحرب الاوكرانية دي ما كانتش حضرتك اندلعت لانه هو حضرتك قنوات الاتصال بينه بين بوتين وبين روسيا قوية وهو ما كانش هيشجع الاوروبيين على دخول في حرب الاستراتيجية بتاعة الادارة الحالية تختلف تماما عن استراتيجية الرئيس ترامب الادارة الحالية حضرتك يعني من اول ما دخلت كان هدفها ان هي تجمع حلفائها الاوروبيين اللي في الحلف الاطلنطي من جانب ودول الاتحاد الاوروبي من جانب اخر في تحالف امريكي اوروبي لمواجهة روسيا ولمواجهة الصين ولذلك تري حضرتك يعني اذا تتبعتي طبعا الوقت البرنامج هيسمح ان احنا نستعرض الخطوات اللي اتخذتها هذه الادارة اه ادارة الرئيس بايدن من مارس 2021 اه لكن يعني بس انا هضرب امثلة في عجالة هي شكلت تحالف في سبتمبر او في اغسطس 2021 واحد وشيء اسمه اوكس ده تحالف عسكري يضم الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة واستراليا ده تحالف عسكري واول مرة يبقى فيه تحالف عسكري من هذا الشكل في هذه المنطقة في العالم ثم حضرتك انشأت قيادة عسكرية او تم انشاء قيادة عسكرية خاصة بمنطقة في الاستراتيجية الامريكية بتعرف باسم الاندو باسيفيك المحيط الهندي والمحيط الهادي بالرغم انه الاسطول السابع الامريكي ده بيشتغل في المحيط الهادي وبالرغم ان الاسطول الخامس الامريكي بيشتغل في المحيط الهندي لكن عملوا وده لي قيادة وده لي قيادة لكن هم عملوا قيادة عسكرية مستقلة لمسرح العمليات اللي اسمه الاندو باسيفيك الحاجة الاخرى التحالف السلاسي اللي هو التحالف الامريكي الياباني الكوري الجنوبي ده تحاله برضو حضرتك دفاعي أمني عسكري اليابان بقت يعني اليابان وكوريا الجنوبية طبعا توجهاته من الوقت بقت توجهات متشددة تجاه الصين وتجاه كوريا الشمالية فالولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس بايدن بيقال في التحليلات الأمريكانية أن هي عسكرة السياسة الخارجية الأمريكية ترامب كان بيرى غير كده ترامب كان اتخذ فرض درايب على البضايع الصينية حدود 450 مليار دولار لكن حضرتك ترامب كان المقربة الاستراتيجية بتاعته لمواجهة الصين تختلف عن المقربة الاستراتيجية الهجومية اللي إدارة الرئيس بايدن اتخذتها طيب أخيرا ممكن الحرب دي تخلص ازاي من وجهة نظر حضرتك ممكن تخلص ازاي الحل الحل أنه يبقى فيه رئيس أمريكي جديد السنة الجاي أما إذا استمر الرئيس الأمريكي الحالي فمش هقدر أقول لحضرتك أن الحرب دي هتنتهي موسيقى